أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع صافي لاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي وأكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بسداد كل التزاماتها بالتنصيق مع البنك المركزي كل المؤسسات الدولية بتنظر لمصر على الرغم من مشاكلنا هم عايزين يتأكدوا الدولة المصرية ماشية مع كل التحديات في مصر سليم ولا لا أحد أهم المعايير اللي بيبصوا لها فكرة أن الدولة أو الموازنة تحقق ما يطلق عليه فائد أولي يعني إيه فائد أولي؟ يعني ببساطة شديدة إذا جنبنا أو استبعبنا موضوع خدمة الديون والفوائد بتاعتها بيبدأوا يبصوا إراداتك قدام مصرفاتك قديه؟ لو أنت إراداتك أكتر من مصرفاتك يبقى أنت ماشي في اتجاه سليم وده كانت أحد المستهدفات اللي دايما إحنا كدولة حرسين على مدار الأربع سنين الماضية أن نحن نحققها وأعيز أن أقول لحضركم بالرغم من أننا زودنا حزمة الحمل الاجتماعي وخدنا قرارات استثنائية في هذه الفترة إلا أننا حققنا في خلال نفس فترة من يوليو 22 حتى يناير الشهر الماضي في يناير 23 وعشرين حققنا فائد أولي حوالي ما يقرب من 34 مليار جنيه بالمقارنة نفس الفترة دي كنا محققين في السنة اللي قبلها خمستاشر واثنين من عشر معنى كده أن إحنا حققنا فائد أكبر وبنتحرك لحوة زيادة إراداتنا علشان نقدر نغطي بيها طبعا المصاريف وأيضا أي حزمة حماية اجتماعية الدولة النهاردة بتتحرك في هذا الشأن لهذا الموضوع وأيضا يمكن أنا حابب برضو أن أنا أوضح لأن أثير وإحنا بنتابع على السوشيال ميديا وعلى تقارير الجهات الدولية وبعض الخبراء مدى يعني بيتسألوا هل مصر حتستطيع أنها يعني تلتزم بسداد كل الالتزامات الدولية اللي عليها بالذات من العملة الصعبة أنا حابب أأكد لحضراتكم الحمد لله الدولة المصرية ملتزمة وحتظل ملتزمة بسداد ما عليها من أقصاط لسواء القرود أو فوائد أو خلافه يمكن أن يأتيت مجموعة